السلام عليكم ورحمة الله أهلاً بالإخوة الكرام مرحباً بكم في قناتكم مرواني هستوري اليوم غنهضروا على وحد الموضوع خاطئة موضوع مهم ومجهول وغامض لأغلبية المغاربة ما عارقينش التاريخ ذيل هات الخسار لغادي نتكلمو عليه اليوم فأجي نفتحوا البرمة ونشوفوا أشنو فيها من المعلومات كنت ندوي على الشرطة المغربية دائماً المغاربة كي يعرفوا الشرطة بهذا زي الحالي نابو النظام ذلك الشرطة اللي كي نداتها لكن غالبية المغاربة كي جهله تاريخ ذلك الشرطة المغربية من البداية دياله كيفاش بدأت الشرطة المغربية في المغرب وكيفاش بدأت تطور الشرطة المغربية وكيفاش كان الشكل دياله واشنو كان الدور ديال هات الشرطة المغربية واش كانت فعلاً بهذا النظام وهذا التنظيم اللي كي ينحن حالياً واشنو الأسماء اللي كانت يتسمى أندات حراس ذلك الشرطة والدبعة فأنا أتعرف الحقيقة أجي نعود لك واحد شوية من تاريخ المجهول والغالم دير الشرطة المغربية زمن المرابطين والموحيدين إحتى وصلنا لهذا العهد فهي تساؤلت كثير تطرح حول السرطة المغربية وحول التاريخ ديالها حول شكل وزي دير نظام العسل ونظام المدني دير الشرطة والدور دير هاد الشرطة في المغرب كيفاش كانت تتقدم حماية المغربة واشنو الأسماء ديالها فلا أتعرف شوية على الشرطة المغربية أجي نعود لك الحكاية من البداية المعلوم أن الشرطة المغربية أو المفهوم الشرطة غادي يظهر مع المرابطين والموحيدين زمن الدول لحكمة المغرب هاد المفهوم ديال الشرطة كانت يسميه المرابطون صاحب الشرطة هاد المنصب ديال الشرطة أو صاحب الشرطة غادي يظهر في عهد الموحيدين والمرابطين ولي كانت يتكون من القضاء والمضالين وأسواق المدينة والمدينة فهذا هو المنصب اللي كان ديك السعف عهد المرابطين والموحيدين هذا المنصب كانت يتعطل الرجل مناسب في المكان المناسب كانت يتعطل الشخص اللي عنده اتقاء وعنده واحد الكاريزما وعنده واحد الاستحقاق اللي يقدر يساير الحكم دي المدينة ويحافظ وينشر الأمن والأمان والسيل في المدينة باش ميهجموهاش للقابل الأخرى وأيضا باش ميكونوا يقضي على الجريمة واللصوص والتعطرة هذا الرجل اللي كانت ياخد المنصب كان خاصه ضروري يكون عنده إلمان بالفقه والعلم باش يطبق الأحكام الشرعية بناء على الإسلام وما يطلب محتوى ففعلا غيرت هذا المنصب المرينين بعد الموحيدين فقد يعطيه حدل اسم آخر هو الجناديرة وكانت المهمة دي هذا الجناديرة هم مراقبة المدينة وحمايتها وصلتوا على المجرمين والجريمة وتطبيق العقوبات الشديدة عليهم بناء على القرارات دي قادي المدينة أو رئيس المدينة أو أمير السلطان وهذه الجناديرة كان عندهم واحد رئيس كبير هو الشاف دي ومتسمى المزوار هذا المزوار كان هو الرئيس الأول والمسؤول الأول على الجناديرة الحرأس اللي كانوا في المدينة وكانت يعطيهم تعليمات وتأمرهم وهذه الجناديرة غير يظهر في واحد الفئة من الشرطة المغربية تسمى البوابون هذا البوابون كان دور دي أم هو حماية ومراقبة أبواد المدينة من القطاع الطرق من اللصوص من الشفارة فكانوا تيقوموا بحد العملية أن المدينة كانت فاس هي العاصمة تيقوموا بإغلاق أبواب المدينة مع المغرب وكيفتحوها مع الفجر خوفا من غزو محتمل مطارف شقابيلة معينة أو لا اللصوص أو فطع الطرق فكان دور دي أم هو حماية أبواد دي المدينة وليشكوا فيها داخل المدينة في الأوقات المناسبة يحاولوا يحقهمها إلى غير دي فكانت يعرفوا الشادة والفادة على أي واحد داخل وخارج أي كانوا مخابرات دي المدينة هذا المنصب دي المزوار هو الشاف الكبير ديهم كانت تعدل مهمة هو المخابرات خاصة يجمع المعلومات بناءً على المساعدين ديه الأعوانية فكانت يجمع المعلومات على أي حالة مشتبه بها فكانت يقدمها للسلطان من البعض يتطبق عليها الحكم الشرعي بناءً على الإسلام وهناتي يبان أن دور الشرطة في هذه المرحلة هو دور مخابراتي تنفيذي أي أنهم يجمعوا المعلومات على المشتبه بي وفاش كيتطبق عليه الحكم تعاقبوه ونزيد الكثير أن البوابو اللي تكونوا في أبواب المدينة فاش كتسد المدينة مع المغرب إلا يوم الجمعة اللي كانت تسد مع الدهور الناس كانت تصلي خوفاً من غزو محتمل دي الأشياء قابلة معينة أو اللصوص فكانت تسد المدينة يوم الجمعة مع الدهور هنا هاد البوابون أثناء الحراسة في الليل كانوا تي يدوروا في المدينة فكانت واحد الفئة من البوابين كتسمى الدرابون هاد الدرابون كانت يدوروا في الدروبة والأحياء إلا شافوا شي واحد خارج تأفات الوقت أو إلا شافوا شي واحد سكران أو إلا شافوا شي حالة إلى غير مشتبه بها فكانوا تيسلخوهم وتيشبعوهم معصا من بعد كتطبقوا علهم الحكم إما غارة مالية إما ضع أطرع لي سؤال لماذا كيديروا هاد الحماية وهالتطويق للمدينة الجاوض هو أن أهل الفاس دو كلم قبائل لمجاور الفاس أحواز فاس دائما قمحوا الزرع ويبيعوا للمدينة وتيوفروا لهم قمحوا الزرع لكن كتجي واحد المراحل دي الجفاء والمجاعة فهد القبائل دي الفاس ما كتقاش توفر للراسة الاكتفاء الداتي من القمح والزرع وبالتالي كيجوعوا القبائل هناك يبدو دور القبائل يدخلوا للمدينة وتيشفروا وتديروا غزوات في المدينة هاد شي خلا حراس دي المدينة والبوابون والمزوار يقوموا بهذا العملية دي التطويق المدينة خوفا من هاد الغزو دي للقبائل المعينة وخوفا من فوق دي المحلات التجارية دي أصحابها والأكتر من ذلك أن هاد البوابون أو الجناظرة إلا تفرط شي حاجة وتعرفوا بأنهم هم هم كانوا مسؤولين للليلة فكانوا تاهمك ياخدوا أشد عقاب عليهم وكيخلصوا الغرامة ديال 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 اللي تشفر ليحانوا دياله أو لا تشفر شي طاحونة إلى غير دياله هنا تصرحت المؤرخ عبد القادر قيب تعظيرا أن فاس عرفت واحد لمرحلة الجافاف في عام 1927 وهذه المرحلة اللي ظهرت في فاس ضربت جميع المدن المغربية هذه الجافاف وكانت هذه المرحلة خطيرة بالنسبة للفاس لأن غالبيت المدن عانوا من هذه المسألة الجافاف وغادي الشرطة غادي تعاني مع الشفارة والصراقة لأنهم اكتروا وأصبحوا اكتار في هذه المرحلة وكتروا قطع الطرق واللصص فهذا المرحلة 1937 فهذا الوقت غادي يظهر وحد المصطلح آخر هو الزطة أو الزيطاطة أو هاد المهنة اللي كانوا تحترفوها المغاربة فالدور ديال هاد المهنة هو حماية القوافيل حماية الناس اللي عندهم دول القوافيل ديال التجارة ديال بيع الشراء والزرع اللي كانوا تتنقلوا من القابلة للمدينة بشي بيعهم فكانوا تتعرضوا لمقطع الطرق واللصص كي شفرهم وكي خرب قليم دكسيو هاد المهنة ديال الزيطاطة كانت ياخذها إما طقيه معروف عدو سلطة أو شريف من شراقاء أو رئيس زاوية فكانوا هم اللي تتقلدوا هاد المهنة ديال الزيطاطة لأنه كان عدوهم قوة وشهرة وسمعة ومكانة وسط قبائل فكانت فغالي تتعرض هاد المهنة ديال الزيطاطة باش يحميه الناس والأكتر من ذلك غيتقلد هاد المهنة بعض القياد المخزنية حل العيالي الرحماني حل قندافي وقياد الآخرين اللي كانوا تيوفروا الحماية سواء المغاربة اللي كانوا تيتنقلوا بالسلطة ديالهم أو الأجانب اللي كانوا تيتدخلوا المغرب وكدوزموا القبائل اللي كانت سائبة كان فيها شوية سائبة وغياب الأمن وهكا بدت اضعاف الدولة الدولة حتى اضعافة مزيان ودخلت تحت الحماية تحت الاستغلال الفرنسي اللي غادي يتعقدوا وحد المؤتمر ديال خزيرات أي مؤتمر خزيرات أو الجزيرة الخضراء لحضرات الدول الأوروبية وهنا الدول الأوروبية سيخرجوا فيها كتhląخ بإنشاء شرطة مغربية في الموانئ المغربية علاج هذه الشرطة من أجل حماية المصالح التجارية ديالهم والاقتصادية في هذه المناظب من اللصوص وقعة وطر وفعلا تأسات هذه الشرطة المغربية في الموانئ ومَأَنجا والريباق من أجل حماية المصالح ديالهم وحماية الأمن ديالهم وحماية ألفوسهم وهنا من بعد فهنا تفرضت الحماية المغرية وغادي يتبدأ هنا في تأسيس الشرطة المغربية وانا ستــــاس إمرحلًا في مساعدة فرنسا فبدأ ثم حماية السلطان وحماية الأجانب ليرة جميع المغربية تــنتــ 있 broadly المكتب�ن هناك كوميس إلهور لا تتمعون المثنوذي فبدأ المكاتب تــructive المغرب للشرطة تــطور شيء existem عام 1956 سيأخذ المغرب استقلال وبعدها مباشرة ستأسس أول إدارة أمنية في المغرب على يد محمد الغزاوي والذي سيكوناهما المغاربة أنفسهم سيخرجوا على قليل الفرنسي المغربة الشرطة هنا سيأخذ أطر المغاربة البوليس مغربي فكلهم مغاربة هنا ستبدأ تطور الشرطة المغربية مع تطور المجرمين والجارين حتى أصبحت في هذا الشكل الذي كان حاليا وبدأت تنظم وتتكون الشرطة بعد الاستقلال وتتكون من استعلامات الأمة من الشرطة القضائية ثم الأمن الوطني ثم الأمن العمومي وهكا وصلنا لنهاية الحلقة وتعرفنا شوية على الشرطة المغربية من زمن الموحيدين إلى حدود محمد الغزاوي وكيفاش كانت الشرطة المغربية شنو بلك انتا حول تاريخ الشرطة المغربية